لكن عايز أقول لكم أنه في رئي الأهلي يمكن الناس منشغلة جداً ببسألة المدرب الجديد والسؤال الملح والإلحاح الإعلام المتواصل ولو حد عمل تحليل مضمون للجرائد هيتحجامت جورنان بيأكد على اسم وجورنان ضد الاسم جورنان بيزعم أو بيجزم أنه هو فلان والتاني بيزعم أنه علان كل ده لأنه باستمرار فيه انطباع أنه الأهلي بيتكتم بشدة والأهلي بيفرض سياج السرية والأهلي غاوي يشتغل بدون أي ضوضاء وبدون أي إعلان وهي المسألة ده حق طبيعي في التفاوض بس المهم أنه جمهور الأهلي ما يقلقش طبعاً لجنة التخطيط والمتابعة لنشاط كرة القدم في النادي فيها قمم كروية كبيرة وخبرات من كل الأجيال يمكن الناس ما بتلاحظش أنه تقريباً ستين سنة كرة أو سبعين سنة كرة في النادي الأهلي ممثلة في هذه اللجنة شوفوا بقى الدكتور طه إسماعيل الخبير الكرة والكبير جداً ممثل للجيل الأديم في النادي الأهلي أو جيل كرة النادي الأهلي في الخمسينات والستينات يتواصل معها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بكل ما في خبرات جيل السبعينات والثمانينات وبيلضم معها الكابتن زكريا ناصف أيضاً اللي أخذ فترة طويلة جداً من الثمانينات والتسعينات وبيكمل الكابتن خالد بيبو في الألفية الجديدة وبيكمل معهم في حضور الجلسات بوصفه مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ أحد نجوم الجيل الجديد في النادي الأهلي يعني ترابيزة عليها كل هذه الخبرات على كل هذا الحرص على مستقبل النادي الأهلي على كل هذه الدراية بأهمية كرة القدم للنادي الأهلي فعايز كتبه مطمئنين جداً أنه المسألة الناس بتناقش عروض كتيرة جداً بتناقش ترشحات كتيرة وفي الآخر سيتم اختيار الأنسب بس الأهم من كل ده وهو الفريق مش متعطل الفريق بيتمرن كابتن محمد يوسف الآيم بالمهمة على أكمل وجه في الفترة الحالية عنده دراية كافية على اللعيبة بيقود التدريبات في هذه المرحلة يعني الأهلي وهو يبحث عن المدرب الأجنابي اللي إن شاء الله يافي بكل طموحات النادي الأهلي ورؤية أعضاء لجنة الكرة والتخطيط والمتابعة هيكون الفريق جاهز والعناصر بتأدي أدوارها على أكمل وجه